دفع التطور التكنولوجي في صناعة الأثاث إلى فتح آفاق جديدة مما أدى إلى خلق تآزر بين تصميم الأثاث والابتكارات المتطورة لذا بتوجهات ملكية أنشئت شركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي لتكون شركة أردنية بسواعد وخبرات نشام الوطن نعم شركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي جاءت لتلبي مستلزمات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأفرادها العاملين والمتقاعدين بأجود الأنواع من الأثاث والأثاث الذكي وبتشاركية مع القطاع المدني تفاصيل أكثر ينقلها إليكم الزميل أحمد في فقرة بناء وعطاء شكرا جزيلا مثال للتميز في العمل الدؤوب والجدية في سبيل تقديم سلعة مثلاء ومهمة في ظل تطور كبير يشهده العالم في مجال التكنولوجيا ودخولها الملحوظ في مثل هذه الصناعات بالإضافة للتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الوطنية والسوق المحلي لذا دور كبير تلعبه الشركة اليوم نتعرف عليه مشاهدين الكرام حياكم الله بمعيتكم أرحب الرئيس التنفيذي لشركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي المهندس سلطان المعيط أهلا وسهلا مهندس أهلا فيك مهندس شركة إمداد والمملكة لصالح القوات المسلحة الأردنية إذن الحديث عن شركة وطنية من أهم أهدافها تحقيق الريادة في مجال صناعة الأثاث والأثاث الذكي هذا يدفعني لأسأل ما الفكرة الرئيسية التي جاءت الشركة لتحقيقها على أرض الواقع يا سيدي القوات المسلحة طول عمرها بالمقدمة بكل شيء جديد جاءت هذه الشركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي تمثيل لرؤية سيدنا وأن القطاع الخاص يكون موازي ومتلاحم مع القطاع العام فجاءت الفكرة جاءت الفكرة أنه إحنا نتشارك مع القوات المسلحة بصرح جديد يجتمع مع كوكب من الشركات التي موجودة في القوات المسلحة والريدي يعني موجودة نعم طيب شو تقدم هاي الشركة نعم شركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي إحنا نبدأ من الأثاث الخشبي الأثاث المعدني الأثاث الألمنيوم كل أنواع الديكورات كل أنواع الشبابيك الأبواب المطابخ كل ما يلزم الشقة أو البيت ينقسم إلى ناحيتين الناحية الأولى الأثاث المكتبي والناحية الثانية الأثاث المنزلي نعم الأثاث المنزلي كلنا منعرفه من غرف نوم لغرف شباب كاملة مكملة أثاث المكتبي كمان نفس الشي نحكي عن المكاتب عن الخزائن عن الكنب الكامل مكملة الفئات المستهدفة إحنا لما بلشنا في هاي الشركة كان هدفنا خدمة ضباط وأفراد قوات المسلحة وأكيد الوحدات ووحدات القوات المسلحة كاملة مهندس سلطان نحكي عن سلعة معروضة لابد أن يكون هناك تنوع وتعددية في هذه السلعة للمستفيد والمستهلك هل الشركة اليوم مهندس تراعي هذه التعددية وتقدم كافة الاحتياجات يا سيدي إحنا بشركة إمداد نقدم كافة المنتجات الأثاث الخشبي والحديدي والألمنيوم لكافة المنتسبين قوات المسلحة هاي من جهة ثاني كمان إحنا نقدم الأثاث المكتبي بكافة استخداماته موجودة عندنا إذا بدنا نضيف للشركة اليوم ميزة أين تميزت الشركة في تقديم هذه السلحة؟ خلاص صحيح إحنا من أول ما حكينا إحنا اسمنا إمداد للأثاث والأثاث الذكي أضفنا هاي الكلمة عشان نحكي عن الأثاث الذكي اللي تمتاز في شركة إمداد شو المقصود فيها مهندس؟ سيدي إحنا في ظل التطورات التكنولوجية اللي موجودة في العالم والتسارع اللي موجود فالأثاث جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في حياتنا كله لازم نستخدم هذا الأثاث في كل مراحل حياتنا الأثاث المكتبي إحنا كل مكاتبنا مزود في يو اس بي في ويرلس شارج حتى المكتب مع اختلاف أطوال المستخدمين بيرتفعوا بنزل بناء على طلب المستخدم الأثاث المنزلي خلينا نحكي في بعض الناس بيوتهم لا يوجد عندها مساحة كافية فإحنا نستخدم نفس التخوت الأطفال نستخدمهم كخزانة بيرتفعوا بصيروا خزانة جميل فإحنا داخل شركة إمداد طبقنا هاي الأفكار كاملة لتكون مساعدة للمستخدمين واستخدام خلينا نقول التكنولوجيا داخل الأثاث نعم طب لو طلبنا أمثلة مهندس على الأثاث الذكي شو تطرح لنا أمثلة اليوم نحن نحاول دائما زي ما حكيت لك نرهن التكنولوجيا لصالح الأثاث الذكي نعم البيئة المحيطة للمستخدم يعني الإضاءة زي ما بتعرف أنه الإضاءة عادة أو البيئة المحيطة للمستخدم بتساعده بعقل أنه يفكر أكثر صحي أنه يعطي قرارات أحسن فإحنا التحكم من خلال الأثاث بكل البيئة المحيطة لشخص مهندس في ظل سوق أثاث واسع سواء محليا أو إقليميا وهناك عروض دائما ومستمرة وهناك أسعار تنافسية لو سألتك مهندس أين تجد الشركة نفسها اليوم في ظل كل هذا التطور معلوم سوق الأثاث أنه واسع وفيه تنافسية كبيرة وهاي إحنا نعتمد على جودة المنتج المخرجات التي لدينا في جودة المنتج على تنافسية بسعر منافس جدا وإحنا عون لضباطنا وأفرادنا في القوات المسلحة على الحياة فبالتالي أكيد ستكون أسعارنا منافسة جدا بالمقارنة بالأسواق المحلية بالإضافة خلينا نقول مقارنة بالجودة اللي موجودة عنا وإحنا دائما نحكي لشبابنا تفضلوا علينا على المصنع وشوفوا كيف إحنا الإنتاج وكيفية الإنتاج عشان يعرف قديش يعرف الجودة اللي موجودة عنا نعم مهندس لضمان الاستمرارية وتقديم خدمة مثلة للمستفدين والمستهلكين لابد من وجود دائما مشاركات اتفاقيات آخر هذه الاتفاقيات ربما الاتفاقية التي وقعت بين شركتكم وصندوق الإتمان العسكري سؤال مهندس من خلال هذه الاتفاقية كيف ممكن أن نجعل منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية أن يتجه بشكل مباشر إلى شركة إمداد لا لغيرها سهولة التعامل معنا من أهم المراحل اللي إحنا بنحكي فيها سهولة أنه أنت مش مطلوب منك شغلات كثيرة أنك مطلوب منك تتوجه وتشرفنا عنا بالمصنع وآلية العمل كاملة الباقي موجود علينا نصور شهادة تعيينك والباقي إحنا بس ما عليك إلا تختار شو الأثاث المناسب وبالمناسبة إحنا كثير منهتم بالتفاصيل للأشخاص المستخدمين عنا يعني إحنا في عنا مهندسين انتيرير ديزاين مصممين داخليين عشان يشوفوا الرؤية تبعتك ويعاملوك كل شخص غير عن الثاني كل واحد حسب شو الرؤية حسب شو عاجبه الألوان اللي بتناسبه بنعمل له إياها يعني إحنا بنضع حسب طلبك حسب الذوق حسب الذوق العام تبعك نحنا منتابع طيب هل هناك تسهيلات أخرى إحنا عملنا اتفاقية مع مديرية التزويد اللوجستي الله يعطيهم العافية عملوا المستحيل عشان يكون سهولة بالتعامل مع المشامة انت نفس الشي عن طريق المالية احنا كمان بنخصم عن طريق المالية سنتين أو ثلاث سنوات حسب القدرة المالية اللي موجودة عندك مهندس بخصوص القيمة الشرائية والتعاملات المادية معكم ومن خلال صندوق الإتمان العسكري هل قدمنا تسهيلات لخدمة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية صحيح يا سيدي أنا عنا نوعين من التسهيلات أول تسهيل اللي هو عن طريق صندوق الإتمان الطريقة الثانية عن طريق مالية القوات المسلحة والثمين سعر الكاش بسعر التقصيد يعني انت ما بفرق معنا انه انت دفعت كاش أو دفعت تقصيد نفس السعر وبهامش خلينا نقول قليل جدا لا يقارن بالسوق المحلي يعني هامش ربحي نعم قليل جدا لا يتجاوز الخمسة بالمية وجودة السلعة تضاهي الموجود في السوق واحنا بنعطي عشر سنوات وأكثر زي ما تقول ورنتي على بضاعتنا جميل جدا هذه بالنسبة للاتفاقيات أيضا للشركة أدوار كبيرة تتعلق في المشاركات وكان لكم مشاركة في مؤتمر ومعرض سوفيكس 20-24 أين كان دور شركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي في هذا المعرض صراحة سوفيكس كان عبارة عن تحدي احنا سوينا جناح الأمن العام وجناح القوات المسلعة بطريقة جديدة جدا عن اللي حضر من زمان واللي حضره هلا عرف الفرق الكبير اللي احنا قمنا فيه في جناح الأمن العام والقوات المسلعة ولاقى استحسان من الجميع واثنين احنا تقريبا عملنا أثاث ما يقارب 50% 60% من أثاث سوفيكس جناح سوفيكس وكان لنا جناح لنا كإمداد جوه سوفيكس جناح كبير الحمد لله رب العالمين عرضنا فيه جميع التكنولوجيا خلينا نقول الأثاث الذكي الجديد لـ 2024-2025 عرضنا فيه مهندس الأيدي العاملة يعني هي محور العملية الانتاجية على الصعيد الداخلي دائما جلالة سيدنا يولي طاقاتنا ومواهبنا وإمكانياتنا الشبابية أولوية ويوجه الجهات المسؤولة بتبني الشباب وتبني أفكارهم سؤالي مهندس كيف يتم اختيار القوى البشرية لديكم يا سيدي الأيدي العاملة اللي موجودة عنا هي كامل أيدي عاملة أردنية موجودة الأيدي العاملة من زمان في الأردن ولكن تنقصها بعض التوجهات توجيهات اللي احنا بنعطيهم إياها الآن احنا كل الأفكار اللي بنجيبها من برة بننفذها بأيدي أردنية كاملة بصراحة عندي الافتتاح كان توجيه الرئيس إنه لما افتتح المصنع كان توجيه واضح وصريح أنا بدي تدعم الأيدي العاملة الأردنية أنا ما بدي أيدي عاملة خارج الدولة طيب ضروري جدا مهندس أنه يكون هناك عمل دائم على تطوير كفاءتهم لأنه هذا يعود ويرتد على المخرجات الإنتاجية للشركة شغلين على هذا الجانب مهندس صحيح صحيح احنا بنعطيهم دورات إذا من الشهرية أسبوعية بعض الأيام على كيف تطور سوق العالمي بالأثاث ونطلع معارض خارجية بنشوف كيف التصنيع الخارجي كل الدعم للموظفين اللي عنا وما شاء الله عليهم زي ما حكيت لك الأيد العاملة الأردنية من أمهر الأيد العاملة العالمية يا سيدي مشروع وطني كنا حارصين مهندس أنه يظل مستمر وأنه يظل يحقق نجاحات سؤالي في سؤال أخير من لقائي معك ما هي الرؤية المستقبلية الخطط المستقبلية للشركة سواء على المستوى القريب أو البعيد أول شيء تحولنا إلى عمل ننشئ في مشروع جديد للأدوات الكهربائية لتصنيع الأدوات الكهربائية فنكون الآن كمان نمد اليد لأننا شامل قوات المسلحة بشراء جميع الأدوات الكهربائية عن طريقنا لأننا سنصنعها هنا إن شاء الله يعني أجهزة كهربائية نعم جميع الأنواع الأجهزة الكهربائية ستكون موجودة داخل الإمداد إن شاء الله الآن تقدمنا شوية واليوم نحن في عنا سلاح الجو وفي عنا الخدمات الطبية تقدمنا اليوم عشان نعمل شراكات أخرى بنفس الكونسبت اللي موجود مع الإمداد قوات المسلحة إمداد رح تكون شريكة مع سلاح الجو ورح تكون شريكة مع الخدمات الطبية على ماذا تركز مهندس هذه الشراكات؟ أن تكون الشراكة داخل يعني مع سلاح الجو ستكون لخدمة ضباط وأفراد سلاح الجو في الخدمات الطبية سيكون هناك مصنع آخر مرادف لمصنع إمداد لخدمة ضباط وأفراد الخدمات الطبية جميل متى متوقع أن تصبح حقيقة هذه الشراكات؟ قريبا جدا يعني بعد موافقة الرئيس على طول نحن جاهزين نبلش الرئيس التنفيذي لشركة إمداد للأثاث والأثاث الذكية المهندس سلطان المعيطة كنت ضيفنا لهذا الأسبوع شرفنا كثير وكل الشكر على الحضور شكرا لك وشكرا للبرنامج العظيم وأنا كثير مبسوط أني جزء من هذا البرنامج نبارك فيك وإحنا إلنا الشرف هي القوات المسلحة صروح منتشرة في رواب الوطن إنجازاتها متميزة وعطاء أبنائها مستمر ليظل الأردن على الدوام وطن النشامة الأوفياء بعد قليل باقي فقرات نشامة الوطن فلا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة